بسم الله الرحمن الرحيم التبسيط العلوم المرة المليون لان احنا ما بنخشش في تفاصيل دقيقة الغرض اننا بنحول المادة الصعبة اول فيها التفصيل الى شيء بسيط بحيث ان الطلبة كلهم يستوعبوا معنا يعني اننا ده بنتكلم على دورة احد دورات العناصر بتتم في الطبيعة دورة عنصر الناتروجين او الناتروجين سايكل بنشوف مع بعض الرسمة بتاعتنا او دورة الحياة هنلاحظ معظم الكتب او المراجع بتحط حاجة زي كده الحقيقة بتكون يعني صعب ان حد يتبعها لكن هي البداية بتاعتنا بتكون بالنتروجين اللي موجود في الجو بالشكل ده كده احنا لازم ننتبه لحاجة نشوف الاسهم راس الاسهم رايحة فين ويفضل استخدام الوان وده اللي احنا هنعمله دلوقتي فالنتروجين الجو بالشكل ده كده اما بيحصل فيه تثبيت صناعي اللي هو بنحاوله أو الوسيلة التانية انه بيولوجيكا الفكسيشن يعني التثبيت بتاعه انه تثبيته يعني ايه تحويله الى صورة اخرى من الهواء الجوي يبيتطل بصورة صناعية او بصورة طبيعية بيولوجيكا طبيعية او حيوية من خلال النباتات وتحديدا العقد الجزرية اللي موجودة في النبات هنا بتمتصه وبتحوله الى وسائل اخرى او صور اخرى بيمتصها النبات وبينكمل بقى دورة الحياة بتاعتنا احنا الشكل ده هنبسطه بس احنا قلنا عشان ده موجود معنا هنا لكن ده اللي هنشوف عليه الفيديو يعني فبينكمل هنا اهو بالشكل ده قادي النتروجين الجوه يا جماعة الخير بنبدأ من هنا خلاص هنلاقي فيه ساهمين خارجين ساهم اهو من بره خالص انا عامله هو التثبيت الصناعي عشان يتحول لأسميدة نطرات بالشكل ده يحصلوا التثبيت الصناعي فبينحولوا لنطرات بنحطه في الطربة خلاص وليه بنحطه في الطربة فهيحصل امتصاص بواسطة النبات وفيه جزء منه ممكن بكتريا معينة اللي هي بتعكس عملية النطراتة كلمة النطراتة اللي هو نيتريشا بتتحول من نتروجين الى نطرات خلاص والامونيا اللي موجودة هنا عندنا المهم ده عكس عملية النطراتة تمام طيب يبقى النطرات الجوي اللي بره ده خلاص مشيناها وتثبيت صناعي بتحول الى اسميدة بلحطها في الطربة يمتصها النبات او انها بعض البكتريا بتعكسها وترجحها للهواء مرة تاكي طيب ده الخط اللي بره هنا يتبقى عندي بقى المهم اللي هو المهم بقى النطرات الجزء هنا عشان يمتص بواسطة النباتات فلابد ويتحول الى نيتريت او امونيا ده عن طريق نوع من انواع البكتريا اهي في النباتات البقلية بتبقى موجودة في الجزء دي لها القدرة علينا تحويل النيتروجين الى مواد نتروجينية او ازوتين طيب خلاص وصل النيتروجين الى اعضاء النبات هنا وحصل بقى في تكوين بروتين وتكوين كذا وكذا وغدا سوصل في السمر وفي الاواع الى اخره النيتروجين اللي حيكون هنا حيروح فين لسكتين اتنين يا اما بيتاكل النباتات يبتتاكل بواسطة المستهلكات بقى سواء انسان او حيوان حشرات مش الى اخره او طبعا في السلاسل الرزائية المختلفة او ان النبات ده بيوقع اوراقه او بيموت او بيتحل للمهم حتى برضو الكائنات الحية هيحصل نفس الكلام فيا اما بيتاكل يا اما بيتحل نفس الحكاية المستهلكة تكلت النباتات اللي فيها النتروجين وعمد وصنعتها وكذا وكذا وفي الاخر فضلاتها او هي حتتحل التحلل ده بيتم عن طريق المحللات والمحللات بتبقى عبارة عن بكتريا فطريات مترممة وبينأكد على كلمة مترممة هو فيه حاجة تانية ايوان فيه بكتريا متطفلة او متكافلة لكن هنا البكتريا والفطريات اللي عليهم محللات اللي هي المترممات يعني ايه بتحلل المواد العضوية تفككها تكسرها وتاخد منها المواد اللي هي عيدة طيب المحللات دي بتحول النتروجين بصور المختلفة من المنتجات اللي هي النباتات او المستهلكات الى امونيا بالشكل ده بنيجي هنا والمحللات دي بكتريا وفطريات تدورة النتروجين هنا جماعة ناخد بالنا من الكائنات الدقيقة فيها لها دور كبير الامونيا هنا بالشكل ده كده بكتريا نايترايت نايترايت تمام فبتديني نايترايت مش ناترات نايترايت اللي هي ن.O.T.و فقط بتيجي بكتريا تانية بقى اللي هي ناترات بتحولها لناترات اللي هي بالشكل ده زي اللي جات كده على اعطي التثبيت الصناعي يأما بترجع تمتص تاني في التربة او بتتحول ببكتيريا عكس النتراتة وتطلع على الانتروجين الجو يبقى لو بصينا كده يا جماعة الخير اول بكتيريا فين اهي بكتيريا تثبيت الانتروجين ادي واحد ثم البكتيريا والفطرات المحللة ادي كائنات دقيقة هنا تاني اتنين ثم بكتيريا النيتراي ثلاثة بكتيريا النترات اربعة بكتيريا عكس النتراتة كام خمسة يبقى فيها عندنا خمس كائنات دقيقة خمس انواع من البكتيريا بالاضافة طبعا هنا بعض الفطريات لكن اساسا هي البكتيريا فيبقى خمس بكتيريا في خمس مواضع وليهم دور كبير في عملية تثبيت الانتروجين الجو نشوف الفيديو مع بعض كده اهو احنا بيقول لنا الانتروجين الجو اللي موجودة للحيوانات او النباتات او الحيوانات ليس لها قدرة على امتصاص غاز النتروجين ولكن يجب تحويله الى صور اخرى فايه اللي بيحصل ممكن البرق ده يحول هولي للنطرات اهي وبعدين ايه اللي يحصل اهو بتبتدي تسقط مع الامطار وتنزل ويمتصها النبات ويحولها بقى الى عناصر مختلفة ممكن يستخدمها فيه زي البروتينات الامينو اسيدز الى اخر طيب الناتروجين ده مايقدرش عشان يخش الطربة هنا بينزل في الطربة بينزل في الطربة طب النبات هقدر يمتصوا كده لا هو مين اللي بيقوم بالموضوع ده اه بعض النباتات زي اللي هي البخليات اللي هي زي كده بتقدر فيها نوع من البكتيريا زي بكتيريا العقضة الجزرية بتقدر تسبتوا كلمة تسبتوا يعني يمتصوا وتحولوا لمرتبات نتروجينية سهل النبات انه هو يمتصها زي ما احنا شوفنا في الدورة اللي فاتت فالبكتيريا اهي بتحولهولي من نتروجين جوي الى عنصر نتروجين سهل النبات يمتصوا ويمثلوا كل ده الحيوان الليسه مدرورش داخل في الموضوع على الانسان ما لهمش داخل في الموضوع ده طيب الحيوانات بتعملي بقى والانسان والمستهلكات بتاكل النباتات دي بما فيها من الناتروجين اه تبتدي بقى تسيب الفضلات بتاعتها بتنزل وبتتحلل اللي هو السماد الطبيعي النباتات نفسها بتموت او الاوراق بتاعتها وترجع عنصر الانتروجين تاني موجود فين اه بيتحلل وتبقى موجود هنا في الطربة بالشكل ده كده بعد كده في بعض الروع البكتيريا تمجام حولها تاني اللي هي عكس النطرطة خلاص ومجام رجعها لي الانتروجين جوي مرة تاني طيب بكده بنكون نهينا دورة العنصر الانتروجين في الطبيعة بصورة مبسطة ان كنتوا احسنتوا في من الله وان كنت احسنتوا شيئا فمن نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب ولا تجعل فيه رياء ولا سمعة وإلى ان نلتقي في فيزو جديد ان شاء الله اترككم في رعاية الله وامانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته